تلقى الرصاص بجسده دفاعا عن الصائمين وقت الافطار ثم فارق الحياة بعدها هيمن كريم منتصب أمني تصدى قبل أيام لمسلح باكستاني حول إطاق النار على المواطنين في مأدبة افطار جماعي أمام الجامعية بحنيفة النعمان وبعد أسبوع تقريبا فارق هيمن الحياة متأثرا بجراحه وعند مجلس العزاء في منطقة الشعب بغداد حضر وفد أمني برئاسة وزير الداخلية لتغذية واجب العزاء ومواساة عائلة هيمن وزير الداخلية تحدث عن كشف خيوط هذه العصابة ومتابعة التحقيقات في القضية جاءنا نعزي عائلته ونعزي ذويه وكل المحبين ونعزي كل منتسبه شرة الرصافة على هذا المصاب وبنفس الوقت نحن نبقى راعين لعوائل شهداء وأبناء شهداء طبعا الجانب ملقى القبض عليه وعصابة تكشفت أطرافها والتحقيق موجودة الآن في وكالة الاستخبارات وتمكنت القوات الأمنية بعد الحادثة من إلقاء القبض على القاتل الباكستاني الذي أطلق النار وبانتظار إكمال الهجراءات القانونية لينال جزاءه العادل من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير